ونعيد في الآخران نقول الحكو سبحانه وتعالى ونزعنا ما في سطورنا من غيري أخواننا رسول الله تقربين وسوية النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أفضل ما يسه قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قال يا رسول الله صدوق اللسان كل مخموم القلب وحرصت في كلامه فما هو مخموم قلبا قال هو التطيق النقيق لا اثن فيه ولا غل ولا حسد صاحب القلب السليم مفتاح الأشرح للقلب السليم يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب السليم قال هو التطيق النقيق لا اثن فيه ولا غل ولا مبع ولا حسد قال صلى الله عليه وسلم لا تباقوا ولا تحسد ولا تنضرقون عباد الله وإلا وإذن ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا سبحان حانس ابن مال بن رضي الله عنه قال بينما نحن قلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقضوا عليكم اللهم رجل من أهل الجنة فطرع فخرج رجل من الأمصار فمن فوقوا الحياته من الماء الحياته بالطماء الميل والمعلم قمت عليه في يديه فخرج الرجل فلما كانت آمن من اليوم فلما كانت باليوم التام قال صلى الله عليه وسلم يقضوا عليكم اللهم رجل من الآن فقال على نفس الشخص قال في اليوم الذي بعد قال يقضوا عليكم الآن رجل من الآن فخرج رجل الشخص سيدنا عبدالله عمر أقول فتبعته وقلت له يا هذا إني قد هايت أبي أن حصل بينه بن والدي مشاكرة وقد أحسنت أن أدخل البيت ثلاثة أيام فإن رأيت أن تكويني عندك هلافا فذهب معه فمكث في بيتي ثلاثة أيام يقول سيدنا عبدالله عمر والله ما رأيت له كثير صيام ولا صلاة غير أنه يصل للإشاء وينام ولكنه كان إذا تعارع من الليل أي إذا استيقظ من الليل كان يقضوا الله سبحانه وتعالى ثم بعد الثلاثة إلى صنفجه فلما مرت ثلاثة أيام قال له يا هذا ما كان بيني وبين أبي سيد ولكن حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم والبقاء يقضوا عليكم الآن ربط الثلاثة الجنة فأخرجت أنبه ثلاث مرات فما الذي تفعل ما الذي مياسك وما الذي وصل بك إلى هذه الدرجة أردت أن أعرف الميزة والخصلة التي أرصرتك إلى هذه الدرجة قال الله ما هو غير ما رأيتك غير أني أبيت ولا أحمل في قلبي غلاً ولا حسداً على أحد على نعمة أعطاه الله يا عبد غير أني أبيت ولا أحمل في قلبي غلاً ولا حسداً على أحد من نعمة أعطوها طاول إياه فقال سيدنا عبدالله بن عمر هذا فيه هي الذي وصلت به وهذا فيه هي الذي لا نقيم بأسر حالي إذن فسلامة الصبر راحة في الدنيا وقديمة في الآخرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتعلنا من أصحاب القلوب السليمة وأن يختمنا بخاطمة السعادة سوف تفكرين وأنه يتعلق بالنسبة وهو والسعادة وقالبات الاستخدام as اشتركوا في القلوب وأستخدام من بعض حريات حركة أنه يتم تأكد من الأشخاص ماي يتعلن لقلات الأمر وقلات الأمر وقلات الأمر وقلات الأمر uno de los avances es que el prof. Javier Salazar nos preguntaba acerca de cuál es la mejor gente, cuál es la mejor de las personas y dijo, aquella persona que es gracia en su lengua y que su corazón le describe como una palabra que los discípulos no entendían bien a qué se referían y preguntaba, ¿a qué te refieres con esto? Y dijo, aquella persona que es viadosa, que es pura, o sea, pura de intenciones y no carga faltas es decir, no tiene una falta contra su hermano o su hermana y también le dijo, no tiene envidia en su corazón y no tiene resentimiento o odio hacia ningún otro hermano o hermana y en este mismo referente profeta de Javier Salazar dijo no se enemisten unos con otros, no se enemigen unos a otros no se den la espalda unos a otros, no se dejen de hablar unos a otros y sean como hermanos de Allah, verdaderos que haya una hermandad verdadera el muslim, el musulmán es hermano del musulmán de manera que no lo puede dejar de hablar por más de tres días y por último, el chef nos comentó en un episodio que sucedió con Abu'l-Bab uno de los discípulos del profeta Isra'a Tuzerah quien dice, en varias ocasiones el profeta veía a alguien entrar y decía ahora va a entrar a alguien del paraíso y entraba ahora va a entrar a alguien del paraíso y entraba esa persona y cuando lo dijo por tercera vez Abu'l-Bab quiso saber de qué se trata porque esta persona, el profeta, ya le pronosticó que va a estar en el paraíso entonces se fue donde le dijo quisiera acompañarte a tu casa te dejes entrar a tu casa porque lo he querido con mi padre y el jurado que iba a entrar a mi casa entonces le permitió bajo esas circunstancias lo que quería ese gran discípulo del profeta era ver en qué obra se diferenciaba de los demás porque el profeta le había dicho que iba a ir al paraíso y por qué no nos dijo eso a ninguno de nosotros empezamos a poner por cierto, eso el profeta no lo hacía nadie era rarísimo el profeta le diga a alguien esta persona está en el paraíso la acompañó a la casa y comenzó a ver qué tipo de acciones hacía y yo creo que era una persona que llevaba una vida normal y que dormía, comía, todo normal dormía por la noche después de dicha, no sé qué se pasaba arrastrando toda la noche, etc. y al tercer día que apuntaba al doctor que no podía distinguir nada le dijo mira, la verdad es que no sucedió algo entre mi padre pero yo quería saber por qué profeta le dijo a ti que vas a entrar al paraíso y entonces le dijo mira, no es nada más lo que tú has visto lo que tú has visto como soy soy así de esa manera y cuando ya estaba por irse le dijo mira, excepto tal vez un asunto y es que no me voy a dormir en mi casa no voy a dormir en mi cama sino que no llevo en mi corazón ningún tipo de resentimiento contra ningún musulman ningún tipo de enemistad ni voy a tocar con nada en mi corazón contra nadie los creyentes o sea, lo que le dijo es justamente eso dijo, eso es eso es lo que la mayoría de nosotros no puede hacer Dios lo que no tiene un corazón Amén